إزاي أعمل عداد كل ما دوس عليه يزود عدد الوحدات المباعة أو ينقصه بالشكل ده عندي هنا data عبارة عن المنتج السعر الوحدات المباعة والمبيعات واللي هي عبارة عن السعر في عدد الوحدات المباعة وعاوز أعمل عداد من خلاله أزود أو نقص عدد الوحدات المباعة وبالتالي يحصل تغيير في المبيعات أول حاجة هتأكد أن developer موجودة هنا لو مش موجودة هدوس على file options customize ribbon وهنا هتأكد أن developer معمل لها شكل هدوس على developer بعدها insert وأختار spin button من القائمة دي هاجي عند الخلية وهرسم مربع عشان أعمل العداد أختار الخلية دي وهسحب لتحت عشان يتعمل العداد نسخ في باقي الخلية أنا ممكن أختار العداد بإني أدوس control على الكيبورد وكليك عليه فهختاره وهاجي في formula bar وهكتب يساوي وأختار الخلية بتاعة الوحدات المباعة ودوس enter كده كل ما دوس على العداد هيزود أو يقل العدد الوحدات المباعة هكمل ده لكل العدادات اللي هنا وبكده بقى عندي عدادات منها أزود أو نقص عدد الوحدات المباعة وبالتالي المبيعات لو استفدتم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية إن شاء الله